السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ايه يا نام الشيخ بس كنت عايز يسأل حضرتك على حاجة فضل انا زوجي كان راجل متيسر الحال والله يا شيخ كنا السلام اللي فاتت كنا حالنا كان كويس جدا وفجأة وقعت في شغله وفجأة حالنا تبدل الحمد لله يعني بس والله يا شيخ بتحصل لنا حاجات على فترات فجأة كان مع شقة راحت عربية قصتها وقفت شقة تانية راحت شغله وقع فهل ذلك يا نام الشيخ تقول له هذا ابتلاء وراجع انفسكم ايضا هذا ابتلاء من الله لان الابتلاء قد يكون عقوبة وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ما قد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات ولا نبلعناكم بشيء من الخاف والجوع ونقص من الأموال والأنفس الثمرات فبشر الصابرين فلا تراجع انفسكم وما قفكم مع الله وما قفكم مع الخلق بعد الله سبحانه هل انتم تغشون هل تجذبون اذا كنتم على استقامة وجهة ده فهو ابتلاء ويلزمكم الصبر وسيجعل الله بعد عدد النصر يا ربي عم الشيخ والله انا اسألك الدعاء دي لان هو دلوقتي سمحنا جديدة يعني اخر حاجة كان عنده محل ببرز ده وقف فجأة مرة واحدة يعني نسأل الله ان يفرج عميكم وهمنا وهمكم المسلم يا رب ربنا يبركلك يا عم الشيخ بالله عليك تدعينا الله يفرج تربك وهان يا عم الشيخ دلوقتي احنا فجأنا من شهر احنا سكنين في بيت بس هو مش بيت عيلة هو بيت مساجد بس سكنين تحته اخوه وحماتي وكده فجأنا من فترة من شهر بالضبط مية مرشوشة قدام بيتنا لا تلتفتي لا تلتفتي لمية مرشوشة أو غير مرشوشة استعيني بالله وعوزي نفسك وتشغلي صورة البقرة في البيت ولا تلتفتي وأعرض عنهم وتوكل على الله السلام عليكم